إلى الشرق من مدينة قلقيليا شمال الضفة الغربية وعلى مقربة من جدار الفصل العنصري لتقف خطوات المزارع الفلسطيني أبو محمد عام 2002 صدر الاحتلال الإسرائيلي 160 دنوما زراعيا لعائلته الأمر الذي دفعه نحو التمسك باستثماره فيما تبقى من أرضه حقيقة أراضينا وين الغالبي العظمى يا إما الطرق التفافي يا إما تجمعات استيطانية يا إما جدار أو معسكرات نترك الأراضي وين نروح هذه حالنا الحمد لله نحن في صبر بدك تعيش بدك تأقلم حالك على هذا الوضع الذي أنت فيه وفيما يفرض الاحتلال الإسرائيلي خارج البيوت البلاستيكية إجراءاته القمعية إلا أن داخلها ينجح المزارع الفلسطيني في تدليل عقباته عبر تطبيق نماذج الزراعة الحديثة والمتطورة لكن تبقى سطوة الاحتلال تحد من الاستثمار الزراعي في المنطقة الدنم كان ينتج طن يعني من قريب صارت الدنم ينتج عشرة طن اليوم الدنم بينتج البندورة الأربعة وعشرين للثلاثين طن قد لا نستغرب في المستقبل أن الدنم الواحد ينتج مئة طن يعني زي ما كانوا الأباء والأجداد إلنا غرصوا فأكلنا فنغرصوا فيأكلون فإحنا باستمرارين متابعين بنطور أنفسنا الحمد لله رب العالمين وفي قلقية يقاوم مئات المزارعين كل بطريقته ما فرضه جدار الفصل العنصري فأكثر من ربع المدينة بواقع أربعين ألف دنم زراعي تقع خلف الجدار وتتحكم بوابات الاحتلال الإسرائيلي في مصير ومستقبل السلة الغذائية لهذه الأراضي الجدار أثبت الرؤية الإسرائيلين وسيتحكم بكل تفاصيل حياة المواطن الفلسطيني وخاصة بشكل عام أو بشكل خاص له المزارع الذي يشكل جبهة الدفاع الأول عن الوطن فالإجراءات الإسرائيلية من خلال إقامة منظومة الجدار بإدعاءات أمنية واهية هي أثبتت للمواطن وللمزارع أنه أرضك أنت مش حرية الوصول إليها ومنذ إقامة الجدار تمنع إسرائيل تزويد المناطق الزراعية بحاجاتها من الطاقة الكهربائية لاحتياجات التطويق للقطاع الزراعي كما أنها تبقي على أكثر من أحد عشر بئرا ارتوازيا تحت قبضتها رغم أن جدار الفصل العنصري التهم الأرض إلا أنه لم ينل من عزيمة المزارعين الفلسطينيين فنجاح مشاريعهم الزراعية لا يأتي إقرارا بسياسة الأمر الواقع المفروضة عليهم وإنما انتصارا لإرادة لا تعرف المستحيل رغم ظروف المعاناة والحصار خالد بدير قناة الغد قلقيليا فلسطين